أهلا بكم ترحيبا بضيف الأردن فخامة رئيس دولة هنغاريا يانوش أدير أقامت البطرياركية اللاتينية وجوقة ينبوع المحبة والكارتاس الأردنية أمسية روحية بعنوان الأردن بلد السلام وذلك في كنيسة سيدة البشارة في جبل الويبدي إلى التفاصيل على هامش زيارته الرسمية مؤخرا لعمان حضر الرئيس الهنغاريا يانوش أدير وعقيلته أمسية روحية قدمتها جوقة ينبوع المحبة بتنظيم من جمعية الكارتاس الأردنية وبالتعاون مع بطرقية القدس للاتين وشملات الأمسية التي حضرها رئيس باثة الشرف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسي أناشيدا وتراتيلة تبين دور الأردن في نشر قيم المحبة والسلام ومحبة الآخر إضافة إلى أناشيدا وتراتيل قدمت باللغة الهنغارية موسيقى وألقى مسؤول الجوقة طعم جبارة كلمة ترحيبية بالضيف والحضور منوها على عمق العلاقات التي تجمع الأردن وهنغاريا وعمل الفريقين على حقل السلام بالرغم من أنه هو جاي بزيارة رسمية للدولة لكن حاب يكون موجود معنا وقريب من المسيحيين في الأردن ومسيحيين في الشرق ويحضرها الأمسية طبعا كان في حضور كثير كبير رسمي من وزراء ونواب وشخصيات وإلى آخره وكهنة وأباء وسفراء هذا كمان شرف كبير لألنا بشكر الله على هذه النعمة الكبيرة وبشكر الله أنه قدرين كل مالنا نقدم للأحسن وفي نهاية الأمسية التي حضرها لفيف من المدعوين من رجال الدين والدولة قدم سيادة المطران ويليام الشوملي ومدير عام الكاريتاس الأردنية وائل سليمان هداية تذكارية للرئيس الهنغاري وعقيلته يشار إلى أن الرئيس الهنغاري كان قد أكد على هامش الزيارة على أهمية الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشاركت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الويبدي بمعزوفات موسيقية تراثية أردنية لالة استحسان ورضى الحضور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر